اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث الخليج والبداية مع العناوين ما مقومات التبادل التجاري بين ايران وجيرانها الخليجيين ولماذا يستمر رغم الجفا مع بعضهم هل التبادل بين بعض دول مجلس التعاون لقاء في السياسة ام في المصالح ومنعكاس العقوبات الامريكية عليها تقيم ايران تبادلات تجارية متفاوتة في حجمها مع معظم دول مجلس التعاون الخليجي منها ما يأتي في ظل علاقات دبلوماسية يسودها الدفء ومنها ما يشهد حركة اقتصادية نشطة على الرغم من الجفاء السياسي الذي يلامس حدود العداء فما هي مقومات هذا التبادل وما تداعيات العقوبات الامريكية عليه تقرير ثم نبدأ النقاش ترتبط ايران بعلاقات تجارية نشطة مع غلبية دول الخليج بما في ذلك تلك التي تتميز علاقاتها مع طهران بالجفاء فالارقام تفيد ان حجم التبادل بين الامارات وايران مثلاً بلغ في العام 2018 سبعين مليار درهم اي ما يعادل تسعة عشر مليار دولار امريكي تسعون بالمئة من هذا التبادل مع امارة دبي وبحسب رئيس غرفة التجارات المشتركة الايرانية الاماراتية فرشيد فرزانكان فان الامارات تحتضن ستمائة الف ايراني وستة الاف شركة وثمانية الاف تاجر اما التبادل بين قطر وايران فقد شهد في السنتين الاخيرتين زيادة مطردة في حجم التبادل التجاري بين البلدين نتيجة المقاطعة الخليجية للدوحة والتي اضطرت الاخيرة الى اللجوء الى بدائلة كانت البضائع الايرانية في طليعتها فقد اعلن مسؤول ايراني ان حجم التبادل بين بلاده وقطر ارتفع بمعدل تسع مرات خلال الفترة المذكورة وهناك خطط لزيادته ليصل الى تسعمائة مليون دولار بحلول العام الفين وعشرين كذلك يتعاون البلدان في مجال النفط اذ يتقاسمان الحقوق في حقل الشمال من جانبها تقيم سلطنة عمان علاقات متميزة مع ايران ويقدر التبادل التجاري بينهما بنحو مليار دولار سنويا كما ابرمت عمان اتفاقا مع ايران يقضي باستراد عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الايراني اما بخصوص التبادل التجاري بين الكويت وايران فلا يوجد احصائيات جديدة فاخر هذه الارقام تشير الى ان حجم التبادل التجاري لا يتجاوز 150 مليون دولار امريكي اما بالنسبة الى السعودية فقد بلغ حجم التبادل التجاري نحو 500 مليون دولار وذلك قبل ان تعمد الرياض الى قطع العلاقات مع تهران وفيما لا تتوفر ارقام دقيقة عن حجم التبادل التجاري بين البحرين وايران فان ثم تقديرات عبر عنها مسؤولون ايرانيون عن انخفاض التبادل التجاري بين بلادهم ودول خليجية ومن ضمنها قطر وذلك بسبب العقوبات الامريكية على تهران للنقاش في هذا الموضوع ارحب بضيفي من الكويت الخبيرة الاقتصادي محمد رمضان ومن الدوحة الخبيرة الاقتصادي القطري والرئيس التنفيذي لشركة الامل العالمية للاستثمار دكتور عبد الله الخاطر وارحب بضيفي في الاستيديو المحلل المالي والاقتصادي دكتور عبد الرحمن الطريفي اهل وسهلا بكم جميع دكتور عبد الرحمن سأبدأ فيك يعتبر حجم التبادل التجاري بين الامارات وايران هو الاعلى بين دول مجلس التعاون يعني في عام 2018 بلغ حجم التبادل 70 مليار درهم ما هي العوامل التي تجعل الامارات في موقع صدارة التبادل التجاري يعني بالفعل مساء الخير أنا برأيي نعم أن هناك التبادل التجاري قوي ما بين دولة الامارات وما بين ايران انخفض بعض الشيء بعد عملية انفصال العقوبات برأيي أنها كانت في عام 2017 منها يعادل حوالي 11 مليار دولار كما تستفتي وحوالي في 2018 وصل إلى حوالي 20 مليار دولار بالإضافة إلى أن هناك تبادل التجاري كبير لأن حوالي لا يقل عن 50 مليون دولار استثمارات ايرانية في داخل القطاع العقاري القوي وكذلك لا ننسى تحدث مليون أو مليار مليار دولار حوالي 50 مليار دولار لأن هناك استثمارات قوية للامارات الايرانيين في داخل استثمارات العقارية في داخل دولة الإمارات بالإضافة إلى أن هناك شركات أيضا تجارية كبيرة جدا يملكها إيرانيون في داخل دولة الإمارات ما الذي يجعل عملية جذب للمستثمر الإيراني عدران في الأراضي الإماراتية؟ أنا برأيي أن دولة الإمارات من أكثر دول العالم جاذبة للإستثمار وخاصة الدول المحيطة بها إن كانت الهند أو باكستان وأيضا بدولة الإمارات أغلب الاستثمارات في داخل كما نعرف بريطانيا هي رقم واحد في استثمارات القطاع العقاري في داخل دولة الإمارات يضيها بعد الهند ومن ثم باكستان ومن ثم المملكة المتحدة وأيضا إيران هذا برأيي أن الجانب الاقتصادي جانب جيد وقوي جدا مثلا تسهيلات تمنح الإمارات للمستثمر تتفوق بها على باقي دول الخليج فتكون بهذه الطريقة بأجادبة؟ القوانين والتشريعات الموجودة في دولة الإمارات لا توجد في أي دولة أخرى كما نعرف أن دولة الإمارات من أكثر دول العالم ترطي تشريعات وقوانين الاستثمار الأجنبي في داخل انظروا إلى عملية أيضا الشركات المساهمة أو الشركات العقارية بدأت الآن تزيد من نسبة تملك الأجانب في داخل الشركات المساهمة بعد ذلك كانت 5% إلى 20% إلى 40% إلى وصلت بالمئة أي أن هناك الاستثمار الاقتصادي في داخل دولة الإمارات لديه جاذبية ومن ثم أيضا قوانين وانتشريعات تخدم هذه الاستثمارات نعم رحب تقول لك دكتور عبدالله الخاطر هل تشكل دول الخليج التي تنشط تجاريا مع إيران عاملا يخفف عنها وطأة العقوبات التي تخضع لها؟ طبعا يعتمد على نوعية التبادلات التجارية أو التبادلات المالية وتاريخيا كثير من المؤسسات أو على الأقل من بالنسبة لإيران وجدت حاضنة في دبي تمكنها الحقيقة من العمل من أيضا قدرتها على الحراك وقد يكون أيضا تجاوز بعض الضغوط تجاوز خاصة بالنسبة للمرحلة الحالية رأينا أيضا هناك جهوزية من قبل طبعا دولة الإمارات لفتح البنوك إذا رأينا على الجانب الآخر طبعا أوروبا أصبحت غير قادرة بعد الحظر الاقتصادي الأمريكي على المؤسسات الأوروبية خاصة بسبب علاقة المؤسسات المالية بالسوق الأمريكي فهي غير قادرة تتعامل مع إيران في حال أنها تجاوزت عارضت أي من القوانين التي تم تشريحها بالولايات المتحدة أما كثير من المؤسسات والمؤسسات المالية وما رأينا في الفترة الأخيرة من استعداد البنوك الإماراتية للتعامل وفتح الأبواب مرة ثانية وأيضا من الوعود الحقيقة من قبل الإمارات للتخفيف بالنسبة للفياز للتخفيف بالنسبة للسفار التخفيف بالنسبة للإستثمار والوعد بتحسين الأوضاع بالنسبة أنا أعتقد هذا طبعا دافع كبير بالنسبة لقطاع الأعمال بإيران لأنها أيضا مثل ما تفضلتي تواجه كثير من التضييق بالنسبة للتعاملات التجارية مع أي من الأطراف نعم دكتور عبد الله نحن نتكلم عن وجود تبادل تجاري بين الخليج بشكل عام وإيران ما حجم التبادل التجاري بين إيران وبين قطر حسب البيانات اللي نطلع عليه لا يتجاوز عشرين إلى ثلاثين مليون دولار ولذلك حجم التبادل الآن ما بين قطر وإيران في الوقت الحاضر الحقيقة ليس بذي شأن أيضا يعتمد على الجانب الغذائي بشكل عام ما بعد الحصار خاصة وطبعا حاجة قطر وحاجة السوق القطرية للأغذية وخاصة بالنسبة للماء الجانب الأغذية بشكل عام إذا كانت طبعا دواج أو غيرها أو منتجات زراعية ولذلك نرى أن حجم التبادل الحقيقة حتى الآن ضعيف لكن قد يكون مرشح أيضا للموء خلال المرحلة القادمة لأن الأوضاع الجيوسياسية بدأت أيضا تأخذ الحقيقة طبيعة مختلفة بعض الشيء دكتور عبدالله دكتور عبدالرحمن تحدث بأن هناك مستثمرين إيرانيين على الأراضي الإماراتية أتساءل أيضا هل هناك استثمارات إيرانية لرجال أعمال إيرانيين على الأراضي القطرية في الوقت الحاضر بالمعنى المستثمر الإيراني وخاصة بالنسبة لإستثمارات في قطر لا توجد لكن هل هذا مرشح لأيضا التغيير بحكم التغييرات التي نراها أيضا من قبل دول الحصار التي أيضا أبرزت جانب العلاقات القطرية الإيرانية في مرحلة ما قبل الحصار ورأينا أنه الآن هناك هرولة خاصة من قبل دولة الإمارات ودول أخرى لذلك هل هذا مرشح أنه طبعا يتغير خلال المرحلة القادمة يترك طبعا للتغييرات والتطورات في المنطقة لكن في الوقت الحاضر العلاقات طيبة جدا مع إيران وعلى مستوى التفاهمات وعلى مستوى العلاقات لكن في الواقع وفي الواقع الاقتصادي لا نرى نفس الاستثمارات لا نرى نفس حجم التبادل أو التسهيلات من قبل اللي نرى الآن طبعا من قبل السوق ومن قبل صانع القرار في الإمارات لذلك طبعا هذا يدفع المنطقة كلها لإعادة النظر في العلاقات وفي الترتيبات مستقبلا نعم السيد محمد رمضان كيف تقيم حجم التبادل التجاري بين إيران والكويت ولماذا يعتبر حجمه ضئيلا مقارنة مع الدول الأخرى حجم التبادل التجاري هو قليل بسبب أن الكويت ليست مركز تجاري في المنطقة مثل وضع دبي وليست ذات علاقة معزولة عندها مجلس التعاون مع إيران كما هو الحال في عمان وأيضا هي ليست تحت المقاطعة كما هو حال في قطر لذلك نشوف أن التبادل التجاري يخضع لعدة عوامل منها العلاقة الأمريكية الإيرانية والعلاقة السعودية الإيرانية وأيضا عدم وجود حاجة جادة بالتبادل التجاري بين البلدين نشوف أن في 2016 كانت الواردات لكويت من إيران 60 مليون وفي 2018 ارتفعت إلى 90 مليون دينار بينما الصادرات لكويت وهذا بعد العقوبات إلى إيران انخفضت كانت 30 مليون دينار يعني 100 مليون دولار تقريبا في 2016 وأصبحت 22 نقطة 8 مليون دينار في 2018 يعني تبادل يقارب 100 مليون دولار فهو جدا أرقام ضئيلة وما في حاجة خاصة في وجود العقوبات الأمريكية الأخيرة لكن هناك نقطة واعدة في مسألة التبادل التجاري وهي مشروع الجزر الكويتية ومدينة الحرير اللي أهل الصينيين أنهم يقومون في الاستثمار داخل الجزر الكويتية لعمل منطقة تجارية حرة ومنطقة لجستية تخدم شمال إيران وجنوب العراق بسبب الأوضاع الأمنية والعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة عليهم نعم استاذ محمد رمضان سأل دكتور عبد الرحمن وأيضا دكتور عبد الله عن هل هناك مستثمرين إيرانيين على الأراضي القطرية والإماراتية ذات السؤال أسألك دكتور استاذ الكريم هل هناك مستثمرين إيرانيين على الأراضي الكويتية وإذا كان نعم ما هي القطاعة التي يستثمرون فيها نسمع عن المستثمرين لكن لا يوجد بيانات رسمية تشير إلى قيمة معينة أو استثمارات بحجم كبير أو بحجم لافت لذلك لا يوجد إيران ستفتأت في 2015 بعد الاتفاق النووي الإيراني بعد ما تم توقيعه فتحت إيران أبوابها للعديد من الاستثمارات والمستثمرين وأصبحت هناك نظرة واعدة لإيران ولكن بعد 2016 والهجوم على السفارة السعودية تراجعت كل هذه الأمال واختلفت المسائل بعد أيضا نجاح ترامب في الانتخابات وضغط الشديد على إيران اختلفت المسائل بشكل آخر جدا لذلك نرى العلاقة أن الإيرانيين يستثمرون عندنا أو أن الاستثمارات الكويتية تتجهي لإيران هي وضع مرتبك أو غير متذبذب ولكن وضع الجزر ومشروع الجزر هو مختلف تماما لأن الصينيين سيكونون هم من يتحملون مسؤولية إدارة هذه الجزر حسب تم التصريحات وتسعى لخدمة إيران وتعزيز التبادلات التجارية مع إيران والعراق نعم سيدي رح أن تقول لك دكتور عبد الرحمن تشير التقارير إلى أن التبادل التجاري بين إيران والإمارات هو غالبا في السلعة الغير النفطية برأيك ما هي أهم البضاعة التي تحتاجها إيران من السوق الإماراتي ولا تحصل عليه من غيرها أنا بدي أعلق بعض الشيء على ما قالوا الإخوان دكتور عبد الله الخاطر نعم تفضل برأيي أن القوين والتشريعات في دولة الإمارات مع أنها تلتزم انتزام كامل بالمقاطعة والعقوبات الأمريكية إلا أنه كما نعرف أن القوين والتشريعات في دولة الإمارات أيضا في دولة قطر يعني تعطي انطباع بأنه هناك أيضا دخول شركات أجنبية وبالإضافة إلى استثمارات أجنبية في داخل سوق الإمارات أو سوق قطر سوق قطر الشركات المساهمة سمحت في الآونة الأخيرة بتملك الأجانب بنسبة عالية أيضا كانت هذه غير موجودة لكن الآن هناك إيرانيين كثر يتملكون أسهم في داخل شركات المساهمة الموجودة في قطر كما نعرف أن الكويت لا تسمح بهذه الخاصية بعملية تملك أجانب لشركات المساهمة الكويتية لكن دولة الإمارات تسمح بشركات لدي سؤال دكتور هل القوانين في الإمارات تختلف من إمارة إلى أخرى لا هي قوانين في هناك قوانين اتحادية بالعكس قوانين اتحادية هي تسري على جميع دولة الإمارات لكن نعم يوجد هناك قوانين وتشريعات تختلف من سوق إلى آخر حتى مثلا سوق دبي سوق أبوظبي هذا هو السؤال أنا مثلا أشوف بأن دبي مثلا جادب الاستثمارات بشكل أكثر من غيرها من الإمارات العربية كانت كنا ننادي بأن يكون هناك نوع من التشريعات والقوانين الواحدة إن كانت في سوق دبي أو سوق أبوظبي لكن مثلا سوق أبوظبي يختلف عن سوق دبي حتى الشركات المساهمة التي في داخل سوق دبي تختلف عن الشركات في أبوظبي أيضا الآن في الآون الأخيرة بدأ عملية انفتاح أيضا في سوق أبوظبي في إمارة أبوظبي في عملية إيجاد أيضا مشاريع استثمارية كبيرة انظروا الآن حوالي أعطت حكومة أبوظبي للمنمك العربية السعودية تسهيلات كبيرة في الاستثمارات في داخل أبوظبي لمدة ثلاث سنوات بدون عملية رسوم ولا أي جمالك ولا أي شيء آخر كذلك أيضا مثلا منطقة الشارقة تختلف عن إمارة الشارقة عن إمارة دبي أنا برأي دبي الشركات المساهمة وكذلك القوين فيها تسبح للاستثمار الأجنبي إن كان من إيران أو من أي دولة أخرى لا يوجد أي نوع من نعم ركتور رح نتوقف إلى فاصل ونعود لنكمل الحديث فاصل قصير ونعود إليكم أدنا بعد الفاصل دكتور عبد الرحمن قبل الفاصل كنت تتكلم عن قوانين التملك في الإمارات نعم يعني كما نعرف أن هناك قوانين التشريعات القانونية مثلا في مناطق حرة كثير في منطقة دولة الإمارات حوالي 22 منطقة حرة تسمح بدأت مثلا جبل علي الآن هناك تملك للأجانب بحدود 100% أي أن هناك لا يوجد أي نوع من العملية الكفيل أو من عملية الشريك بالعكس 100% وهذا جذب شركات عالمية وأرقام عالمية أيضا هذا من ناحية الناحية الأخرى انظر إلى ما هي أصلا تقوم دولة الإمارات بعملية التصدير إلى دولة إلى إيران إيران هي عادة التصدير فقط لا غير أنا كنت أتكلم قبل الفاصل سألتك عن بأن هناك تقارير تشير إلى أنا أغلب بالتبادل التجاري في سلعة غير نفطية نعم هي أكثر عملية الوالدات من إيران المواد الغذائية وخلاف ذلك لكن ما يقوم بتصدير دولة الإمارات إلى دولة إيران هي عبارة عن الماكنات الصناعية التي تأتي من الغرب إن كانت من ألمانيا أو إن كانت وتخضع لعملية المقاطعة أي أن هناك إعادة التصدير أنا كنت راح أسألك سؤال دكتور بأن التقارير تشير أيضا إلى أن في التبادل هذا تميل يعادة التصدير إلى صالح الإمارات نعم هي تبادل تجاري عملية إعادة تصدير من دولة الإمارات تأتي البضائع من دول العالم إلى دولة الإمارات الإمارات تقوم بعملية إعادة تصدير لكن ضمن عملية المقاطعة لا تخرق أي نوع من المقاطعة الأمريكية على بضائع وتأتي بإيجاد بضائع أيضا من دولة إيران مواد غذائية أي أنها ملتزمة إلتزام كامل بما يحصل بعملية المقاطعة برأيي أن دولة الإمارات هي من أكثر دول المنطقة كل 90% من التبادل التجاري ما بين إيران ودول المنطقة الخليج هل تشكل الإمارات متنفس اقتصادي لإيران في حالة الضغط والاختناق الذي تعانيه؟ نعم هي متنفس كبير جدا لأنه أولا عملية أيضا منطقة عملية قرب إيران من المناطق الموانئ الإماراتية تخدم الإمارات أيضا لأنه كما نعرف الكويت بعيدة بعض الشيء لكن الإمارات قريبة بعض الشيء هي الأقرب نعم المقربية السعودية كما نعرف أنه علاقتها لا زالت بدأت عملية الاستثمارات أيضا في دولة المنمك العربية السعودية أيضا بدأت تعطي نوع للأجانب أي أنها سوف تسمح للإيرانيين بالتملك إذا سمحت بهذا النظام لأنه انظروا شركات التصنيف الإتماني كيف تعطي التصنيف الإتماني لدول العائل الدول على عملية A أو B أو C أو C هي عملية تملك الأجانب إن كانت في الأسهم أو في شركات المساهمة أو عملية في الاستثمارات بالفعل أنا برأيي أن قطر لديها الآن نية بعملية زيادة تملك الأجانب للشركات المساهمة وكذلك أيضا عملية الإقامة أصبحت في دولة قطر أيضا أعطت تسهيلات كبيرة جدا للإيرانيين برأيي نعم أن لابد عملية الاستثمار الأجنبي تختم نوع من الاقتصاد ككل لأنه كما نعرف أن الاقتصاد الإماراتي يعتمد على اعتماد كبير على الاستثمار الأجنبي حتى الاستثمارات الأجنبية التي تأتي إلى الخليج حوالي 70 إلى 80% من هذه الاستثمارات تأتي إلى دولة الإمارات لأن وجود هناك تشريعات وقانين تخدم هذه الشركات نعم سيدي استعد محمد رمضان هل التدبد في العلاقات السياسية بين الكويت وإيران ما يمنع بلادكم مثلا من فتح آفاق تعاون أوسع مع إيران أولا فيه معلومة قالت للتو هي أن الكويت لا تسمح بتملك الأجانب وهذا غير صحيح الأجانب يتملكون في شركات مدرجة في البورصة وفي شركات مختلفة ولكن بضوابط قد تكون أكثر شدة أو صرامة من الوضع في الإمارات بالنسبة للتدبد في العلاقات هذا يخضع لعاملين أساسيين بين الكويت وإيران وهي العلاقة الأمريكية الإيرانية والعلاقة السعودية الإيرانية يعني الكويت ليست في مأزل عن باقي دول مجلس التعاون وبالذات السعودية كما هو الحال مع العلاقات العمانية الإيرانية وأيضا هي ليست منقطعة العلاقة تماما أو منتشددة كما هو الحال بالسعودية لذلك الوضع هو وسط بين البينين على ما يقولون ولكن هذا التذاب يمنع أن الاستثمارات تكون بشكل حر أو بشكل سلس أو كما هو متوقع نحن اليوم دول الخليج بشكل عام هي دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن لدول الخليج أن تضر علاقتها بالولايات المتحدة على حساب إيران أو لصالح إيران كما أن هناك أي تحسن في الوضع الإيراني بالنسبة لرفع العقوبات قد يؤثر على دول الخليج سلبا لأن إيران هي منافس لدول مجلس التعاون بالنسبة للسوق النفطي في نفس الوقت الذي يمكن أن التبادل التجاري يزيد بسبب رفع العقوبات هناك ممكن مخاوف أو هناك ضرر يمكن أن يعود إلى دول مجلس التعاون لو رفعت هذه العقوبات بسبب منافسة إيران في سوق النفط العالمي لدول مجلس التعاون فرفع العقوبات عن إيران سيؤثر سلبا على صادرات الكويت النفطية وبالتالي يؤثر على اقتصادها من خلال إيرادات النفطية التي تحصل عليها البلد أي أن العقوبات على إيران إذا كانت غير مفيدة للتبادل التجاري فهي مفيدة من ناحية أسواق النفط يعني قلة المنافسة في أسواق النفط وهي مفيدة لدول مجلس التعامل بشكل عام نعم دكتور عبدالله الخاطر كيف توازن قطر بين جودة علاقاتها مع إيران والتحالفها القوي مع الولايات المتحدة قطر استطاعت خلال العقود الماضية من خلق توازنات ترضي كلا الجانبين اليوم أيضا نشوف الولايات المتحدة في تفاوض للخروج من أفغانستان أيضا في مفاوضاتها مع طالبان في الدوحة معظم الحقيقة قطر كان لها دور وطبيعة قطر مكنتها الحقيقة خلال المرحلة الماضية من إحلال الأمن والسلم في مختلف من دارفور إلى الصومال إلى لبنان شفنا قطر تقوم بنفس الدور الآن قطر أيضا تملك مفاتيح العلاقة ما بين طبعا إيران ما بين تركيا ولكن أيضا في نفس الحديث بنفس النفس لم تأخذ خطوات تزعج الولايات المتحدة بشكل أو بآخر يعني كما رأينا الإمارات كانت متقيدة بالحظر الاقتصادي ودفعت الاقتصاد الإيراني إلى الحقيقة إلى مراحل صعبة بالنسبة لقدرة الاقتصاد الإيراني للحصول إما على قطع الغيار أو على القدرة على تحريك رؤوس الأموال لكن ما بعد سقوط الطائرة المسيرة رأينا هناك الحقيقة لحظة فارقة ولحظة أيقنت فيها الإمارات أن الولايات المتحدة لن تقوم بضرب أو مهاجمة إيران فبشكل وفي فترة قصيرة رأينا اللقاءات ما بين الخفر السواحل الإماراتي وخفر السواحل الإيراني وبعدها بدأت طبعا تحسين العلاقة وتحسين أيضا التبادلات التجارية مع الوعود مثل ما تفضلنا من خلال الإمارات في اللحظات هذه الحقيقة إذا كانت دول المنطقة تتقيد ولو إلى درجة بإيقاع العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران وما بين النظام السعودي وإيران فإن الإمارات الحقيقة في اللحظة هذه تخلت عن كلا الحليفين وبدأت تأخذ خطوات متفردة بالنسبة لتحسين علاقاتها مع إيران بعد أن فقدت الأمل خاصة بالنسبة لستراتيجيته في إحداث مواجهة مع بين الولايات المتحدة وإيران دكتور عبد الله أنت اقتصادي مفترض أن تتحدث عن التبادل التجاري بين قطر وإيران لدي دكتور عبد الرحمن الطريفي يتحدث عن التبادل التجاري بين الإمارات وإيران أيضا نعم لكن أيضا لابد نذكر البواعث خاصة عند الحديث بالنسبة للحظر الاقتصادي والتغيير في العلاقة يعني ما قبل لحظة عدم المواجهة ما بين الولايات المتحدة وإيران رأينا اختلاف خاصة بالنسبة للسياسات الاقتصادية ولمستوى التبادل التجاري ما قبله كان طبعا له حيز وكان مؤطر بشكل يتماشى مع الحظر الاقتصادي ونحن الآن نتكلم عن الحظر الاقتصادي وتداعياته على الاقتصاد الإيراني ومن ثم أهمية التبادل التجاري مع دول الخليج في حالة انه الحديث بس عن التبادل التجاري يفقد المعنى والبعد الحقيقي اللي الآن يسير العلاقات ما بين طبعا دول المنطقة وإيران مثل ما تفضل الأستاذ محمد ذكر انه العلاقات والتبادل التجاري محكوم بالعلاقات وبالإقاع إقاع العلاقات ما بين الولايات المتحدة وإيران وما بين أيضا السعودية وإيران ونفس الشيء بالنسبة للإمارات وبالنسبة لمجلس التعاون بشكل عام نعم سيدي لكن رأينا في الفترة الأخيرة طبعا تميز دولة الإمارات في علاقاتها مع إيران وبشكل متسارع وهذا يعني أنه هناك احتمال تطور العلاقة الاقتصادية والمالية ما بين الاقتصاد الإماراتي والاقتصاد الإيراني وهناك حديث طبعا عن بداية ورفع الرحلات إلى أكثر من 200 رحلة أسبوعية هذا كل الحقيقة أتى في الفترة الأخيرة ما بعد طبعا الأحداث الأخيرة بالنسبة لإسقاط الطائرة المسيرة على الأجوال الإيرانية لذلك نرى أنه التبادل التجاري مرتبط في الحالة الجيوسياسية ومن المستحيل فصل العلاقة والمناخ المنطقة بشكل عام عن مستوى طبعا التبادل التجاري نعم سيدي دكتور عبد الرحمن هل تعزل الإمارات خلافاتها السياسية مع إيران عن مصالح الاقتصادية أيضا لديك رد أو تعقيب أنا برأيي أن دولة الإمارات من أكثر دول العالم المرتبطة والقوية بعملية المقاطعة الأمريكية إلى إيران بالعكس أنا برأيي أن دولة الإمارات تحاول جاهدة أن تخدم الشعبين وليس الحكومات برأيي هذا التبادل التجاري القوي ما بين الإمارات وما بين إيران يخدم إيران ويخدم الإمارات لأن بالفعل الإمارات كما قلت أنها تقوم بإعادة تصدير ولا تنتج هذه المعدات أو الماكينات بالعكس تقوم بعملية استيرادها عن طريق من العالم عن طريق البنوك والإيران وتقوم بعملية توصيلها أو توصيلها إلى إيران وتأخذ نوع من المصاريف الرسوم أو العمولات أو أخرى غير ذلك لا نريد النفط أبدا النفط هو الآن مقاطعة كاملة من أمريكا إلى النفط وكذلك لا ننسى أن دولة إيران هي من دول منظمة أوبيك وهي التي ارتبطت ارتباط كله بعملية الإنتاج في البترول في منظمة أوبيك وكذلك أيضا عملية التصدير والاستيراد بالنسبة لإيران لا تعطي نوع من دول الخليج بالنسبة للنفط بالعكس هناك تبادل تجاري استيراد من إيران للمواد الغذائية وتصدير ما يقوم بأعادة تصديره من دول أوروبا ككل حتى البضاء التي تأتي من أمريكا وتوافق عليها أمريكا بعد تصدير هذه الإيران أيضا أن دولة الإمارات من أكثر الدول ملتزمة التزام كله بعملية المقاطعة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لكن الاستثمارات الأجنبية أنا برأيي دول مجلس تعاون الخليجي الآن جاهدة كل الجهد بعد خفض سعر النفط أدى إلى نوع من عملية لا بد من جذب الاستثمارات الأجنبية لأن الاستثمارات الأجنبية أيضا تخدم الدول وأعتقد بأن هناك خطوات حقيقية تقوم بها دول مجلس التعاون في هذا الجانب نعم انظري إلى المنوكة الأربية السعودية نعم صحيح انظري إلى دولة الإمارات فقط لغير قبل يومين أن هناك كان بنك الإمارات دبي الوطني لا يسمح إلا بـ 5% للأجانب كان السعر بـ 11 درهم و11 درهم منص مجرد ما أنهم أعطوا توصية بإنزازة عملية الأجانب 20% ومن ثم ارتفعها إلى 40% ارتفع سعر الساهم الواحد ما يعادل حوالي إلى 14 درهم أي حوالي أكثر من 25% في أقل من يومين هذا هو الاستثمار الأجنبي دولة الإمارات من أكثر دول العالم التي تأتي بنوع من قوة الاستثمار الأجنبي على المنطقة انظروا الآن القطاع العقاري القطاع العقاري بعد أن بدأ نوع من عندي سؤال قبل أن تقل أستاذ محمد الرمضان لماذا يعتبر أو لماذا السوق الخليج جاد بشكل كبير إلى المستثمر العالمي لديه السيولة هذا أهم شيء وعملية التأمين لأن بالفعل السيولة الموجودة في منطقة الخليج لا خوف على أي بنك يقوم بعملية فتح بنك أو توسعة بنوك عملية الاستثمارات الأجنبية أيضا عملية الشركات المساهمة العامة أو الشركات التي تقوم بجبل علي هل تعتبر الخليجي الأكثر استقرارا في المنطقة؟ نعم أكثر استقرارا بالفعل منطقة الخليج دولة الإمارات تحاول جاهزة أن تكون عملية توازن في منطقة الخليج ككل مع الدول الثانية أيضا انظروا إلى الاقتصاد السعودي مع الاقتصاد الإماراتي أصبح من أقوى الاقتصادات أيضا لأنه بالفعل أصبح الآن جذب استثمار أجنبي وانظر يا عملية عملية عشرين ثلاثين للسعودي وصل في يوم واحد مجلد أنها انضمت إلى مؤشر الاستثمارات الأجنبية ثمانية وعشرين مليار ريال في يوم واحد استثمار لأن هذا الاستثمار يأتي لأن الصندوق الاستثمارية الأجنبية أيضا لديها رؤية واضحة من هو الاقتصاد القوي من هو الاقتصاد الذي ليس عليه أي نوع من الخطورة أنا برأيي أن المنطقة الكويت من أكثر دول الخليج كانت أيضا سباقة للاستثمار سباقة لكن عملية أعرف أن هناك تشريعات وقوانين والحكومة الكويتية أدت إلى نوع من التباطق في الاستثمار انظر إلى الاستثمارات الكويتية في داخل دولة الإمارات في داخل دولة الإمارات استثمارات قوية وكبيرة جدا انظر إلى الاستثمارات الأجنبية السعودية في داخل دولة الإمارات لكن مثلا الاستثمارات الإماراتية في داخل الكويت بسيطة جدا في داخل المنقرب السعودية بسيطة جدا لكن دولة الإمارات بشريعاتها وقوانينها وسهولة الاستثمارات فيها هي التي أدت إلى جاذب استثمار واستثمار أجنبي وأدى إلى نوع من الارتفاع في عامل التناسج المحلي. وكذلك على عاملت الأفراد ككل. نتوقف إلى فاصل. فاصل قصير ونعود إليكم. عدنا بعد الفاصل. استاذ محمد رمضان إلى أي مدى برأيك يساعد التبادل التجاري بين دول الخليج وإيران على صمود اقتصادها؟ في حال وجود العقوبات. فالتبادل التجاري ممكن يخفف العقوبات. لو أصبح وسيلة للتحايل على هذه العقوبات. تجاري بين دول مجلس التعاون وإيران. لكن في حال عدم وجود العقوبات الاقتصادية. فهو تبادل التجاري قد ينفع الطرفين. يكون مفيد للطرفين. من ناحية كمستثمرين خليجيين في دولة انفك عنها الحصار. وفيها إمكانيات هائلة وضخمة للمستقبل. لازم نركز على وضع العقوبات. وهل هي موجودة أو لا. ووضع علاقات الدول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. أهم نقطة ممكن أن نركز عليه هي الاتفاق النووي الحالي. ورئيس ترامب محاولة التخلص من هذا الاتفاق. وفرض عقوبات جديدة وأشد على إيران من الرئيس السابق أوباما. هذه المرحلة ممكن تقلص جدا التبادل التجاري. ويصبح التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وإيران. هو عبارة عن تحايل بشكل أو بآخر. لو زاد على العقوبات الأمريكية. نعم. أستاذ محمد رمضان. من أي من الطرفين أكثر استفاد من الآخر برأيك في العلاقات التجارية؟ إيران أم دول الخليج؟ في الوقت الحالي. أتحدث في الوقت الحالي. نأخذ دولة دولة. لو فرضنا مثلا دبي. لا نستطيع أن نقول الإمارات بالكامل. لو فرضنا دبي. في الوقت الحالي. عندك دبي مستفيدة. والإيران مستفيدة أيضا. كل الطرفين مستفيدين. عندك بالنسبة لعلاقات قطر وإيران. قطر استفادت من وجود دولة قريبة بعيدة عن دول المقاطعة. ممكن أن يكون فيها تبادل تجاري مختلف. بالنسبة للكويت. الكويت بالعكس لم تستفيد. بالنسبة لهذه المقاطعة الموجودة. والعقوبات الجديدة. لأن الاستفادة الحقيقية هي فقط في عدم وجود أو تقليل قدرة المنافس على تصدير النفط. أما بالنسبة للتبادل التجاري. فالكويت لا تزال لا تستفيد كثيرا من علاقات الإيرانية الكويتية. بسبب الخلافات الأمريكية الإيرانية والسعودية الإيرانية أيضا. نعم. الدكتور عبد الرحمن طريفي. برأيك إلى أي مدى تضررت إيران بالعقوبات الأمريكية عليها؟. ولا سيما في ظل الحديث عن ترد الأوضاع الاقتصادية في إيران؟. بالفعل هذا السؤال كثير كثير مهم. وأنا أبدأ أجاوب عليه الطريقة. أنا برأيي أن إيران نعم لم تستفد من الوضع الحالي. بالعكس تضررت كثيرا من العقوبات. لكن السياسة الإيرانية الغير مفهومة هي التي أضرت بالاقتصاد الإيراني. الاقتصاد الإيراني الآن يعاني وعانى كبير جدا. لأنه كما نعرف أن السياسة في دولة إيران للأسف هناك ميزانيتين في دولة إيران. ليست ميزانية واحدة. ميزانية واحدة دولية حوالي 96 مليار دولار. وميزانية مؤسسة الخميني حوالي 105 مليار دولار. أين تذهب هذه الموازنة؟. لا يستفيد منها الشعب الإيراني. بالفعل التضخم الآن في إيران تضخم عالي كبير جدا. وإن قانوا هناك أن هناك تضخم 14.5%. بالعكس التضخم وصل في إيران إلى 37%. الآن عملية البطالة الموجودة في إيران. عملية الفقر الموجودة في إيران. لأن حكومة إيران للأسف الآن سياستها غير واضحة. بالعكس يجب أن تمد يد التعاون مع دول الجوار. خاصة دول الخليج. لكن بطريقة هذه. بطريقة إيران. أضرت إيران بنفسها أكثر من أي دولة أخرى. لأن العقوبات الآن التي فردت على إيران هي من قامة بهذه العقوبات الإيرانية. لأن انظري قيمة التوبان الآن مقابل الدولار. عملية. نغفض بشكل كبير جدا. شطب أربع أصفار. لماذا المواطن الآن في إيران؟ كيف ممكن تقرأ الاقتصاد الإيراني؟ الاقتصاد إيراني تراجع إلى الخلف. خلال خمس سنوات. كيف سيبدو هذا الاقتصاد؟ بالعكس أنا برأيي إذا بقي على هذه السياسة. إن كانت سياسية أو اقتصادية سوف ينهار أكثر من ذلك. لأنه بالنهاية بطالة. الآن انظري إلى عملية المظاهرات التي بدأت تظهر في الشوارع الإيرانية في مدن إيرانية. وهذا كله خطأ الحكومة. للأسف. لأن الحكومة لا تعطي بال للشعب. وهذه المشاكل أيضا سوف تزداد. إن كانت في عملية مقاطعة أو بدون مقاطعة. لكن السياسة يجب أن تتغير. لأنه بالفعل أمريكا الآن تريد أن لا تعود مرة أخرى بدخل أموال جديدة إلى إيران. للأتصاد الإيراني. لأنه للأسف يخدم في أدراتها في الخارج. نعم في غيرها. كل هذا الفقر الموجود في إيران. كل هذا البطالة الموجودة في إيران. والآن إيران تقوم بدفع عفوا دعم الحوتيين. الجماعة الإرهابية الموالية لها في الخارج. فهذا أيضا للأسف يجب أنه في إيران يأخذ مقاطعة جديدة الآن. دول الخليج بالعكس الآن هي ملتزمة بالمقاطعة. التزام كبير جدا. إيران يجب أن تكون هناك تعطي بالا لشعبها. لإقتصادها. حتى تنعم دول الجوار بهذا التنمية وبهذا النمو أيضا. لأن دولة إيران كما قلت. أنها قريبة وقريبة جدا من دول الخليج. لكن للأسف بسياستها الغير محسوبة والغير عقلانية. هي التي أثرت على الاقتصاد الإيراني. نعم سيدي. أستاذ محمد رمضان كاقتصاد كويتي. هل ينظر المستثمرون الكويتيون إلى إيران كسوق واعد ومربح منها أو إليها؟ هم فعلا ينظرون أن هي سوق واعد. ولكن بنظر إلى أن إيران ستتخلص من هذه السياسة أو أن العقوبات على إيران ستنتهي وستكون إيران سوق مفتوح بالكامل. في هذه الحالة فقط ستكون إيران سوق واعد جدا للمستثمرين الكويتيين. أما في غير ذلك فهي مجرد مغامرات تجارية قد تفشل أو قد تنجح. عبارة كانت عن استغلال الفوائد العالية في البنوك الإيرانية. لفترة كانت إيران تصدر فيها النفط بكميات جيدة. وبأسعار نفط عالية. لم تساهم هذه الفترة في انخفاض كبير في التومان الإيراني. واستفاد بعض الكويتيين من هذه الميزات. أما الآن فالتومان في انهيار. وأصبح المستثمرين يخافون بشكل كبير جدا من الوضع الإيراني. لو نرجع بالتاريخ على مدى أربع عقود. إيران كان ما يميز الشخصية السياسية الإيرانية. هو معاداتها للولايات المتحدة الأمريكية. هذه المعادات فرضت عليها عقوبات اقتصادية كبيرة وكثيرة. أدت إلى الضرار بالاقتصاد الإيراني بشكل عام. دعونا نقارن الاقتصادية. كان المفوض أن نتصدر خمسة مليون برميل بدل المليونين واللي الحين أربعمائة ألف وغيرها. اللي ممكن نتصدرها. أو ينعدم التصدير نهائيا. حسب الرغبة الأمريكية. فلازم نشوف هذا التأثير. دول الخليج كانت في تحالف جيد عن ولاية المتحدة. ونرى اقتصادها كيف حدث. بينما إيران كانت تتفاخر بمعاداتها لولايات المتحدة. وهذا حال اقتصادها اليوم. والله يعلم شون راح يتدهور في المستقبل. نعم سيد محمد. رمضان لو تغيرت سياسة الحكومة الإيرانية. يعني أصبحت أفضل أو تغيرت بما يقتضيه السياسة. ما هي سلبيات وإيجابيات الاستثمار في تجارة من وإلى إيران؟ ستكون فيها احتمالات نمو عالية جدا. ستكون منبع للنمو اقتصادي في المنطقة. مثل التغييرات الكبيرة التي تحصل بمملكة العربية السعودية هي أيضا ستساهم في خلق نمو اقتصادي كبير. اندثار الحصار الاقتصادي وإقتصاد الحر سيجعل من فرص إيران في تحقيق نمو اقتصادي عالي كبيرة جدا لسنوات قد لا تكون قصيرة. وهذه فرص كبيرة. تعتمد تماما على تغيير سياسة الحكومة الإيرانية والابتعاد عن معادات الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي. هذا تغيير جدري. سيكون تغيير جدري ومفيد اقتصاديا من ناحية التبادي التجاري. ولكن سيكون ضار من ناحية وجود منافس في السوق النفط على دول مجلس التعاون. نعم. دكتور عبدالله الخاطر. كيف تنظر إلى مستقبل التعامل التجاري بين إيران ودول المنطقة في ظل التأزم الحاصل مع طهران؟ واتهامها بالكثير من التوترات في المنطقة؟ طبعا العلاقة ما بين إيران إما مع المجتمع الدولي أو مع مجلس التعاون الحقيقة سيأخذ أشكال مختلفة. طبعا هناك الآن في مرحلة التفاوض ما بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إيجاد حل. في نهاية المطاف الكل يجلس والكل يجلس إلى حلول. في حال أن الحقيقة وصلت الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات كما نرى طبعا في مناطق أخرى وفي حالات مختلفة تبدأ الأمور بالتحسن وتصبح طبعا العلاقة علاقة طبيعية تعتمد على حاجة كل الاقتصاد وقدرة كل الاقتصاد على أنه يستفيد من الاقتصاد الآخر بالإضافة طبعا إلى الفرص الاستثمارية التي ممكن تكون أيضا تتوفر بالنسبة للمستثمر في الداخل في داخل المنطقة أو المستثمرين من الخارج طبعا هذا الحقيقة رح يوفر درجة أيضا من الأمن بالنسبة للمنطقة رح يرفعها درجات بالنسبة لأي مستثمر ينظر للمنطقة من أجل الاستثمار خاصة أن المنطقة معروفة باستثماراتها وقدراتها وإمكانياتها وأيضا كون بقية المنطقة عادة عن مجلس التعاون ما زالت منطقة بكر من أجل أيضا الحقيقة إقامة مشاريع لذلك إذا كان هناك احتمال الوصول إلى تفاهمات هذا رح يفتح بواب طبعا كبيرة بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للعالم رح يخفض من المخاطر بشكل عام ورح يرفع من طبعا المردود على كثير من المشاريع لذلك هذه طبعا رح تصبح الحقيقة من أحد أهم النقاط مثل ما نشوف الآن كثير من التجاذبات بسبب عدم التفاهم بسبب البعد أو بسبب اختلاف في الرؤى بالنسبة للولايات المتحدة وإيران دكتور عبدالله لو تخلت إيران أو الحكومة الإيرانية عن سلوكياتها العدوانية تجاه دول الجوار ودعمها للجماعات الإرهابية ما هي سلبيات وإيجابيات الاستثمار في التجارة من أو إلى إيران نفس السؤال التي سألتها الصادر محمد نعم الحقيقة التي نطالب فيها كشعوب منطقة أن كل حكومة يجب أن تكون مسؤولة أمام شعوبها على تصرفاتها على استراتيجيتها على أيضا رؤاها والحراك التي تحدثها كل ما كانت أي دولة الحقيقة تسبب تقلبات في المنطقة أو تذبذبات على المستوى الاقتصادي طبعا تبعات القرارات السياسية بالنسبة للمنطقة الدول المنطقة ككل منها إيران منها كل دولنا الحقيقة مطالبة أنها تنحى منحى سلمي من أجل الحقيقة رفع مستوى التنمية في المنطقة من أجل أيضا الحصول على معدلات نمو عالية المنطقة تملك كثير من الموارد كثير من الإمكانيات إن كان من ناحية مشاريع في الداخل أو أيضا من ناحية قدرتها على تصدير مواردها بشكل كبير الاقتصاد العالمي يعتمد على المنطقة يعتمد على الطاقة يعتمد على كل منتجاتنا في المنطقة المطالبة بالحقيقة أن المنطقة تدخل مرحلة سلم رأينا كشعوب وكبشر رأينا الحروب وما الحقيقة تسببه من مشاكل وما تسببه من دمار إذا نظرنا إلى سوريا إذا نظرنا إلى ليبيا موضوعي بعيد عن المشاعر بعيد عن الأحاسيس بعيد وأخذها بشكل موضوعي ووضع رؤى تخدم الجميع وتخدم دول المنطقة جميعا كلنا نعيش في منطقة عشنا فيها على آلاف السنين وما زلنا ورح نستمر أيضا نعيش خلال العقود القادمة الشعوب الطالب حكوماتها والطالب حكومات المنطقة والصانعين القرار بيأخذ مصالح الشعوب وبيأخذ مصالح الاقتصاد على أولوياتها والبعد عن محاولات التوسع محاولات أيضا استغلال أو محاولة الهيمنة أو محاولة الحقيقة فرض أسلوبها أو منهجها كل له منهج كل له أسلوب وقدرتنا على أن نحن نتعامل مع بعض في المنطقة أعتقد هو الأساس وهو المفروض الذي تسعى له الشعوب تسعى له أيضا يسعى له أصحاب القرار إذا كان في الجانب الإيراني هناك الحقيقة مجال وها مش واسع لتحسين وتمهيد من أجل الدخول في مرحلة سن وأيضا على جانبنا الحقيقة أيضا نحتاج مراجعات ونحتاج رؤى واضحة ونحتاج أيضا لفتح الحريات والسماح للشعوب والسماح أيضا باختلاف الرأي هذا هو البوابة الحقيقية من أجل الوصول لتفاهمات وضحت الفكرة سيدة بنتقلك دكتور عبد الرحمن الطريف هل تعتقد أن تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران يمكن أن يشكل ضررا على الاقتصاد الإماراتي أو على اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص نظرا لحجم التبادل التجاري الكبير بينهما بالعكس دولة الإمارات هي أصلا في مصلحتها أن تقوم بعملية إعادة تصدير واستفادة من ذلك لكن أريد أن أجاوب على شيء بسيط جدا إيران الآن الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار يحتاج إلى منطقة إلى أمن استقرار وليس التوسع كما تفضلوا برأيي أن إيران هي الخاسر الأكبر لكن دولة الإمارات لن تخسر أي شيء بالعقوبات أو مع العقوبات لأنه بالفعل تقوم بعملية التصدير وعادة التصدير ولا تحتاج النفط بالعكس لديها النفط الموجود لديها وبالعكس تريد أن تكون هناك نوع منطقة جوار وأمان واستقرار حتى ينعكس على ذلك أنا برأيي أن الاستثمار الأجنبي لن يذهب إلى إيران بعد ما حصل كل ما حصل نعم أتحدث الآن دكتور عن العقوبات كيف تأثر على الاقتصاد الإيراني الاقتصاد الإيراني يرزخ تحت العقوبات أفهم أن تحت دولة الإمارات الإمارات بالعكس تستفيد من عملية لأنه بالفعل الآن في عادة تصدير سمحت لها العقوبات الأمريكية بعادة تصدير وهذا جانب جيد إلى دولة الإمارات لكن لا تحتاج إلى أي نوع من خرق هذه العقوبات إن كانت من أمريكا أو من أي دولة أخرى هي تقوم الآن بمصلحتها قبل كل شيء ودولة الإمارات هي حريصة كل الحرص ما تقوم بها الاستثمارات الأجنبية وعمل توجيه الاستثمارات ومراقبة الاستثمارات أنا برأيي أنها من الدول القوية والدول التي لديها مدل في العالم حتى تقوم دولة الإمارات بالاستفادة من كل ما يحصل حولها نعم أشكر ضيفي في الاستيديو المحلل المالي والاقتصادي دكتور عبد الرحمن الطريفي وأشكر ضيفي من الكويت الخبير الاقتصادي محمد رمضان وأشكر ضيفي من الدوحة الخبير الاقتصادي القطري والرئيس التنفيذي لشركة الأمل العالمية للاستثمار دكتور عبد الله الخاطر والشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل على خير